دعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلا جمال إيل المجتمع الدولي إلى تشجيع ما أسمته إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلا من إرسال الأموال لإعادة الإعمار واقترحت الوزيرة وهي عضو حزب ليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو اقترحت تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج القطاع زاعمة أن ذلك يعود لأسباب إنسانية كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين الأنروا وصفة إياها بالفاشلة وتبعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أن تل أبيب جربت الكثير من الحلول المختلفة من بينها الانسحاب من المستوطنات في قطاع غزة فضلا عن إدارة النزاع وبناء جدران عالية على أمل إبعاد عناصر الفصائل الفلسطينية عن إسرائيل إلا أنها فشلت جميعها